ومعنا دكتور أحمد نجا مدرس جراحة الأواية جامعة اسكندرية أهلا وسهلا بحيكي بحيكي أهلا بحيكي أي رأيك في المؤتمر آي ماك سندي والله الحمد لله والتحريصنا نحضر آي ماك 1 و 2 الثرد إيفنت السندي وإحنا في اسكندرية الحمد لله بنحاول نحن نبوش البار في حالات الإيفار والأورتك سيرجي عامة فطبعا يعني ده كان أول ميتنج يتعامل على مستوى يعني مصر بس ديديكيت للأورتك سيرجري فطبعا بهنق طبعا كل التيم اللي قايم على المجهود ده وعلى رسوم دكتور محمد حسني أستاذي وميما الشك فيه أنه هو يعني قدر فقعا يلم الناس في جزء من التخصص الكراحة الأواية الدموية ما كانش واخد حقه والأسباب يعني كتير مش مش هازكورها دلوقتي لكن هو أدري يعني يديفالوب إيجيبشن ريجيسري في حالات الأورتك أنيوريزم الإيفار بالزات فالميتنج زي ما نشاف يعني كعدد حضور وعدد فاكلتي وعدد ووركشوب بيزيد عن سنة من سنة وده المطلوب فبتمنى التوفيق للميتنج لأن إحنا أولا المستفدين ثم الأعيان المصري بتاعنا ايه رأي حك في التعاون الدولي والخبرات الدولية اللي موجودة في المؤتمر السنة دي وحك شايف إن إزاي حتفيد المؤتمر طبعا دي حاجة بتوثر جدا للميتنج لأن زي ما نتشافه النهاردة فيه أكتر من أربعين إنترناشنل سبيكر إيغل لو جوز منهم كبير هم ناس مصريين مهاجرين فده شرف لنا عشان في بعض الناس بتلاقي إن ده يعني حاجة ضد المؤتمر لناس مصريين بالعكس الناس المهاجرين اللي برة بيبقوا عندهم يعني شغف إنهم ما ييجوا عشان يشاري إكسبيرينس مع أبنائهم هنا فطبعا دي حاجة بتوثر المؤتمر وبتستفيد بتفيد كل نيو جنريشن اللي طالع بيتعلم النيو تكنيك ده والحمد لله شايف إن فيه مع ميتنج انترناشنل برة دي حاجة كويسة جدا وفيه كمان طم بلاو جيفت على بذات الجونيور بريزنتيشن حد حياخد يعني فري ريستيشن يروح انترناشن كونفرنس برة دي حاجة كويسة جدا ف يعني إن شاء الله من سنة يعني من تقدم نتقدم وإن شاء الله يكون عندنا ميت انترناشن سبيكر إن شاء الله كلهم مصريين لكن فكرة إنهم بيشتغل برة حينقل الخبرة بتاعته وعادتا حتى المصريين المهاجرين فينهم فينهم ناس بلهم عاشين سنة جاش مصر وما يعرفش أساسا إن احنا بنعمل ايفارة أو بنعمل اورتك سيرجي فلما بييجي هنا بيكون عنده عطاء أكتر كتير من السبيكر الأجنبي بس بالعكس السبيكر المصري العايش بره بيعنده عطاء أكتر جدا وبيعنده حب وبيعنده يعني كرم كبير جدا عن السبيكر الأجنبي فدي حاجة طبعا لازم نساعد فيها ولازم نسبونسر لها مرسي جدا لحيك شكرا